ماذا وضع الطلب المسبق على الآيفون وأيضاً تسريب الميت هل هو بالفعل هذا هواوي القادم؟ ولو تكلمنا عن سامسونج ماذا الشيء الجديد الذي سيجيبه مع الجوالات القادمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية وبسم الله أبدأ بأول خبر وإنفيديا وسوبر كمبيوتر كمبيوتر خارق يتم بناءه حالياً مع الذكاء الإصطناعي هذا الأمر سيكون في إيطاليا مدعوم من الاتحاد الأوروبي ونتكلم أيضاً على هذا السوبر كمبيوتر سيكون ما بينهم وما بين شركة إيطالية هي شركة جامعة في نفس الوقت سيكون مشروع مشترك المفروض هذا الكمبيوتر يكون قادر على تحليل بيانات خارقة بشكل كبير سيساعد في اكتشاف الفضاء أكثر وأيضاً في تحليل بيانات الأحوال الجوية وبالتالي سيكون هناك كمبيوترات خارقة جديدة في هذا الكوكب قبل ما أكمل في الأخبار، دعنا أقول لكم سالفة بس لا تقولوا لأحد هذا وثائقي وهو لا تقولوا لأحد نزل في اليوتيوب وبالفعل جهد جداً جميل مجموعة من المختصين اجتمعوا مع بعض وصولوا لنا هذا الوثائقي الصغير الذي هو 14 دقيقة وأنصح الكل أن يشاهدوه وبالفعل ستستمتعوا في المعلومات التي موجودة فيه والتنبيهات التي موجودة في هذا الفيديو لكي نحمي أبنائنا ونحمي أسرنا بإذن واحد أحد نتحدث عن التحرش الجنسي الذي موجود فيه الشبكات الاجتماعية ونتحدث عن شيء جداً خطر أتمنى أنكم تعووا وشاهدوا هذا الوثائقي والله يبارك لكل اللي يعملوا عليه مستخدمين ويندوز 10 الجدنز أعلانين لأن التحديثات نوعاً ما مصارت اختيارية في بعض الأحيان يأتي تحديث ويجب المستخدمين يتمموه بحيث أنهم يحصلوا على الإصلاحات التي تطلبها نظام ويندوز 10 أمر عدم الاختيار في تحديث الجهاز من عدمه يسبب ربكة وأيضاً كثرت هذه التحديثات على نظام ويندوز 10 يمكن أن تسبب رقل بعض المستخدمين شيء أقدر أكده أنه لا يوجد شركة لأنه فقط تكثر تحديثات على الفاضي إلا ما يكون التحديث له فائدة سيصلح شيء، سيضبط شيء، سيتمم أمر جديد ويضيف خصائص للجهاز فشخصياً أرى أن تحرصوا على التحديثات أول بأول على الأنظمة التشغيلية بالتحديث هواوي ومؤتمرهم قربوا يوم الخميس بإذن واحد أحد وسأغطي لكم هذا المؤتمر وآخر الأحداث على حسابي على تويتر ومختلف الشبكات الأخرى متوقع أن ينزل مجموعة الميت 40 السلسلة كاملة في البرو والحجم العادي وأيضاً تسربت الصورة الكاميرا السوداسية الخماسية هي سوداسية لأنه ست زوايا ولكن خماسية لأنه خمس كاميرات وحساسة، وهو السادس ومعطينا هذا الشكل الجميل أتوقع أن هذه هي نسخة البورشا ما أتوقع أنه هذه الميت نفسه الميت لو رأنا التسريبات الأساسية التي طلعت في تاريخ 18 و 17 أكتوبر من بعض المواقع الأجنبية وبعض الحسابات الرسمية في تويتر يقولوا أنه التصميم هو الدائري يستمر على نفس النهج حق الميت الميت واحد من أفضل وأقوى جوالات هواوي والمعذرة التي حصلت معهم هذه السنة بالتأكيد أثرت ويظل هواوي مع سلسلة الميت بالتحديث قدرت تسوي أشياء؟ كلنا أعرف ما أحد ثاني قدرت يسويها فمتشوق للمؤتمر والله يسرها يا رب على سيرة المؤتمر ترى كمية الفيديوهات التي تطلع لكم هذا الأسبوع رائعة فأذكركم بالاشتراك وأيضاً بتفعيل التنبيهات لا أستطيع أن أخبركم الفيديوهات ولكن أخبركم دائماً التنبيهات على الأقل هذا الأسبوع وأرى كمية الفيديوهات والأجهزة الجديدة التي شخصياً مستمتع بمحتوها سامسونج تطور معالجة جداد من أكسينوس ويمكن يدمج أيضاً قدرات المعالجة الصور من AMD في أحد معالجاتهم حقات أكسينوس القادمة سامسونج ما زالت مستمرة في التطوير ونهج التطوير على المعالجات الخاصة فيها وهي قطاع أعمال كامل موجود سواء اتفقنا أو اختلفنا مع وجود أكسينوس كنسخ سامسونج غالكسي وهي شيء جيد أو شيء سيء نتفق على أنهم سامسونج دائماً يطوروا قطع ومعدات وذواكر وإحجام ذاكرة أشياء جدًا كثيرة، فهو ليس فقط صناع جوالاتهم، فهو صناع تقنيات أكثر من صناع جوالات وعلى سيرة الجالاكسي، فالجالاكسي ستسرب لصور وهو سيكون ستوينتي وان وهو ستيرتي، لا نعلم ولكن التسريب يعطينا كثير من اللمحات على صور نسخة الألترا التي ستستمر واضح سامسونج في إصدارها وأيضاً نسخة البرو ولكن الأمر المثير للاهتمام أنه احتمالية المؤتمر بشهر يناير هذا شيء غير العادة وأيضاً، أتوقع أن سنة كانت مربكة على كثير من الشركات بما فيهم سامسونج فكيف مؤتمرهم يكون بدري ويأتي بشهر يناير؟ ننتظر ونرى، أصلاً ما بقى لثلاثة شهر، الله يعسرها يا رب ليناير، وساعة نرى هل سامسونج ستقدر تجلب لنا تكامل أفضل مع سلسلة الجالاكسي؟ وأرجع للتسريب وأقول أنه يبيل لنا الشكل متطور عن التصميم الأساسي ولكن واضح أنه سنرجع لحقبة ما قبل ست سنوات والشركات التي تقول لك أحاول أن أجعل لكم الكاميرات ملسة من الجهة الخلفية مع نفس البادي أو على الأقل أحاول أن أستغل الجهة الخلفية من الجسم بتقليل كثافة أو سماكة الكاميرات هذا أمر كان كثير من صناع الجوالات يتكلمون عليه قبل خمس ست سنين وهذا الأمر كانوا يتفاخروا فيه أن الكاميرا موجودة على السطح الخلفي لم تبان وهذا أمر جيد للأمان بعدها لقناهم نفروا ورجعوا للكاميرات البارزة هناك أسمك من كاميرا الـ S20 Ultra من جد هنا نتكلم عن حقبة زمنية يمكن أن ترجع بنا في تطور الأجسام والتصاميم على الجهاز أذهب الآن للآيفون والطلب المسبق الذي بدأ عندنا يوم الجمعة الماضي في المملكة العربية السعودية على نسخ الآيفون 12 والآيفون 12 برو الطلب المسبق مع الكميات التي تتوفر أحياناً يبين لنا كمية كثافة الطلب على أي نسخة دائماً واضح لما شيكنا مجموعة من المواقع أن الآيفون 12 برو هو الرابح الأكبر في الطلب المسبق هناك كميات متوفرة بشكل جيد للطلب المسبق من جوالات الآيفون 12 بمختلف الألوان لون البستاشيو واللون الفستقي اختفى من بعض المواقع للطلب المسبق بحيث أنه نفذت الكميات يليه اللون الأزرق وبالتأكيد لو رجعت للبرو نسخ البرو 256 جيجا وفوق هي النسخة التي كان فيها طلب أكثر من نسخة الـ 128 أي شخص يستثمر بجوال ويضع مبلغ أكثر من 1200 دولار حوالي 4500 ريال سيحرص أن يزود المبلغ لكي يحصل على مساحة تخزينية أفضل ومع نهاية الأسبوع سيبدأ البيع الرسمي في المتاجر في المملكة وسنرى كثافة الطلب مع الاستلام الفولي خاصة أحد البلدان التي فيها هلول ضخمة للتوصيل والطلبات وأيضاً لنهج المتاجر الموجود وكثافتها في المدن فأعرف أن أبل سترى شيء مرة يسهدها هنا في المبيعات وسنرى خسائر مالية جداً كبيرة غير الموضوع ولكن أكمل مع أبل أن هناك مؤتمر متوقع لهم بتاريخ 17 نوفمبر في هذا المؤتمر متوقع الشركة تفصح عن أول ماكبوك بمعالجات أرم التي يساندون في تطويرها وبالتالي لابتوباتهم معالجاتهم مثل آيفوناتهم معالجاتهم وهنا يمكنهم أن يجيبوا كفاءة أكثر من ناحية القدرات توفيق الطاقة وأيضاً إتمام المهام والربح وهو شيء أمور رابحة حتمية يظل أنهم يمنهجوا اللابتوب على معالجاتهم دائماً لو لاحظناها تاريخياً أفضل بكثير في الأجهزة التقنية والمسربين بدأوا بالفعل يتكلموا على الآيفونات الجاي ويتكلموا على البصمة المدمجة في الشاشة شيء رأينا في كثير من جوالات الأندرويد ويمكن أن يأتي لنا مع الجوالات القادمة لأجهزة الآيفون بصمة في الشاشة تعني عودة البصمة لأجهزة الآيفون حساس الفيس آي دي موجود لا أدري هل يفتك منه أو لا وهو الجزئية المأكولة من الشاشة يظل البصمة وأمانها يعدد الخيارات في الأجهزة وملاحظين، تعدد خيارات الدخول على أجهزة الأندرويد مريحة في الاستخدام بشكل كبير بالذات لو الكفاءة كانت عالية في هذه السبب مؤسس فيسبوك يروح على موضوع السياسة أكثر ونتكلم عن مارك زاكربيرغ الذي يحاول يقنع الحكومة الأمريكية بأن وضع الشركات الأمريكية الضخمة بالذات لو تكلمنا على أبل وغوغل وأمازون الشركات هذه تحاول تضع المستخدمين في قلة أمان أو معلومات المستخدمين لا تكون في أمان عالي بالذات لو تكلمنا على شركة أبل، يظل مارك زاكربيرغ في تعدد التوجهات حقه لم أرى شيء يأخذ محملة الجدية بشكل كبير مارك زاكربيرغ هو إنسان مبدع من ناحية الإنتاجية، من ناحية الخدمات والأشياء التي يسويها من ناحية إدارته للأعمال، ولكن أيضاً عندما يتوجه للسياسة، أشعر أن الموضوع غريب قليلاً نفس الوضع مع تسلا، تسلا الذي تكلمنا عن إيلن موسك دائماً يحاول يتوجه للأشياء الحكومية نهاية الحلقة سأتحدث عن الفضاء بعد، الله يعين، ألم موسك مارك زاكربيرغ مع التطورات الموجودة عليه، أتحدى أي شخص يقوم بإيقاف صداقة أحد الحقائق عن فيسبوك وكالة الفضاء الأوروبية مع إير بوس وقعوا اتفاقية تتجاوز قيمتها لـ 400 مليون دولار لإير بوس لأنها تنتج المركبة الفضائية التي ستتمكن من الوصول للمريخ وأخذ عينات من المريخ وإرجاع هذه العيانات لكوكب الأرض المشروع من أوروبا واتحاد الفضاء الأوروبي أو المشروع من ESA وهي الـ European Space Association وهي الاتحاد الفضاء الأوروبي مع نفس بوينغ ونتحدث عن تطور جداً كبير كون أن شركات الطيران واضح مع وقفة السفر يضبطوا مشاريع للفضاء ملاحظين يا جماعة؟ من جد يقولوا أنه لا يوجد حجر هناك، دعنا نذهب هناك ونحاول نستغل بوينغ الطلبات قلت، حجر المنزلي لا يوجد سفر كثير مثل زمان، دعنا نضبط الأمور، دعنا نوقع مشروع ونطلع للفضاء وأنهل حلقة وأقول شهر أكتوبر وشهر نوفمبر سيكونوا أشهر فيهم مغريات جداً كثيرة عددوا معي، نتحدث عن أربع آيفونات جديدة، على جهاز البيكسل خمسة، نتحدث عن بلاي ستيشن بنسختين ونتحدث عن إكس بوكس بنسختين، نتحدث عن هواوي وسلسلة الميت التي لا أدري كم أحتاج أصابع إضافية على أساس أن يبين لكم معها هناك مغريات جداً كثيرة، أحب أذكر الجميع بأن التقنيات عندما نستغلها ونستانس عليها وننبسط فيها أمرنا جداً رهيب، ولكن لا يكون شيء نسعى له، وكلما نزل جهاز جديد، نشتريه واحد وراء الثاني دعوني أقول لكم دائماً، ما هي جديدة التقنية؟ وأيضاً أحاول أبعدكم عن صرف الكثير من الأموال والاستثمار الخاطئ في الأجهزة دائماً قيموا احتياجاتكم قبل أن ترى أي جهاز جديد، شاهدوا الإعلان واصبروا قبل اتخاذ القرار على شراء الأجهزة يا رب يبارك لي ويبارك لكم، وأشوفكم على خير بإذن الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك، أشوفكم على خير بإمكانكم تشاهدوا الحلقة الحين نهايتها، اذهبوا للقناة، هل نزل الفيديو رهيب كذا؟ أم لا؟ هل ينزل الفيديو رهيب هاليومين؟ شاهدوا